لو انت دكتور في مصر سواء دكتور قديم او دكتور جديد وعايز او تطبيق يعرفك اسامي الادوية اللي موجودة في السوق واسعارها السوق المصري واسعارها والبدايل بتاعتها ففيه برنامج لذيذ كده اسمه الدرج اي المفروض ان الايكونة بتاعته بالشكل ده هحاول احطها هنا كده يعني فالبرنامج ده بتنزله على الموبايل برنامج لذيذ جدا تقدر تبحس فيه وتعرف اسعار الادوية اللي موجودة في مصر والبدايل اللي موجودة المتاحة وهحاول احط لك فيديو دلوقتي يعني يشرحه بسرعة كده فلو عملت كده ممكن تلاقي فيديو نزل يشرح لك الموضوع هتيجي على بلاي ستور على جوجل بلاي ستور ونضغط هنبحس على درج اي اندكس اهو الاختيار ده درج اي اندكس ونعمل له او نستابه بس هو عشان انا منشغله قبل كده فخلاص هنقول له او انا هفتحه من التطبيقات عندي بقى هو بينزل بالشكل ده هتغط عليه بيفتح بالشكل ده بنضغط تحت عايز ابحث مثلا عن سيبرو فلوكسسين فممكن نبحث بالاسم التجاري او بالاسم العلمي هنا مكتوب اللي هو الاسم التجاري فانا هبحث مثلا عن سيبرو فار فبيقول لك سيبرو فار موجود منه تركيز متين وخمسين موجود منه نقط للعين موجود منه تركيز خمسمية تركيز سبعمية وخمسين وكمان السعر يعني مسلا تركيز خمسمية كان باربعة وعشرين اصبح بستة وتلاتين جنيه طيب انا عايز اعرف البدايل بتاعته هو اولا لو انا اضغط عليه كده وبعدين اضغط تحت في المنطقة اللي تحت كده بيديك نبزة مختصرة عنه وبيستخدم في ايه كده يعني لكن ده مش موضوعنا انا هارجع باك انا عايز اعرف البدايل بتاعته فباجي هنا واضغط سيميلارز سيميلارز بيجيب لي بقى البدايل بتاعت السيبرو فار مسلا سيبرو باي زي ما احنا شايفين سيبرو سين وهكذا دي البدايل اللي موجودة بنفس المادة طيب انا عايز ابحث بالمادة العلمية او الاسم العلمي اجي على تريد نيم دي اضغط عليها واضغط جنريك نيم ده الاسم العلمي فعمش هكتب سيبرو فار بقى هكتب سيبرو فلوكسسين عشان ده الاسم العلمي سيبرو فلوكسسين فبيجي لك برضو يقول لك فيه منه باكتب سيبرو في سيبرو خمسمية اهو زي ما احنا شايفين في سيبرو باي ايجيب لك الاسامة التجارية باسعارها كل واحد الاسعار اللي موجودة تحت دي ده خاص بالسوق المصري وشكرا لكم اشتركوا في القناة